هتلاقيه بيدور عليك حتى لو انتم ممفصلين تعالوا مع بعض نشوف الطريقة دي اللي هتم لبيتك رزقه وبيتك خير وهترجع السعادة لحياتك والله العظيم وهتغير حياتك نهائيا فيه انفصار فيه مشاكل فيه سحر فيه حسد في بيتك فيه خناجات دايما فيه ديج فيه ديج فيه ديج فيه عموما في حياتك تعالوا مع بعض نشوف الطريقة دي سهلة وبسيطة جدا واهم ما فيها انها سريعة سريعة فوق ما تتخيلوا ياريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك للقناة هنشوف الكلمات دي هنرددها ازاي وازاي هنعمل الطريقة دي والوصفة دي مع بعض جلوها لكل حبابكم ويلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين تعالوا مع بعض النهاردة لو عندك حسد وعندك سحر وعندك مشاكل في بيتك وعندك انفصال ايا كان الانفصال ده بينك وبين اشخاص بتحبيهم بينك وبين زوجك بينك وبين ولادك ايا كان يعني ايا كان حتى لو بينك وبين العيلة في انفصال او في كمان حج ليكي برا مش جادرة تحصل عليه او ما ليكي برا عنده حد وهو اخده منك كده بعين جوية زي ما بنقوله مش راضي الدهولك او شيء انت دايما محيرك وتعبك في الماديات او امور زي كده وعرفة ومتأكدة انه ده بسبب سحر او بسبب نظرة وعين قوية او بسبب حد معين حاببي ازيكي حد من المقربين او حد حتى صديق او حد من الجرائب يعني الاهل اهلك وناسك او اهلك وناسك ايا كان الطريقة او الناس دول هم مين تعالوا مع بعض هقولك كده ايه الطريقة دي سريعة جدا فلمجرد ما تعمليها تلقيه سبحان الله بيكلمك حتى لو انتوا ممفصلين انفصال تام حتى لو انتوا بينكم وبين بعض زي ما بيقولوا مصانع الحدد حتى لو انتوا بينكم وبين بعض زعل وبلاد وبلاد تمام لانها كمان بترجع الغايب سواء حبيب او جريب او ابن او اي حد من الناس دي ترجيتنا النهاردة سهلة وبسيطة بس احب اقول لكم حاجة في نوعية يعني في ناس بتقولك ايه انا من الناس اللي بحب ان انا اعمل بخور في البيت على الفحم بصوا يا جماعة الفحم نفسه عموما حتى لو انت هتستخدميه على شواية يعني هتشوي بيه فراخ او لحمة او اي حاجة في البيت كده ما تعملهوش في جلب الشقة بتاعتك ابدا لانه بيعمل بعدها مشاكل انت في غنى عنها فحاولي على كد ما تقدر الفحم على بخور او الفحم على ان انت تشوي بيه كده دايما نحطيه في مكان هوا او مكان بعيد يعني اضعف حاجة مثلا نحطيه في البلكونة بتاعتك لكن مش في الشقة ومش امام القوض بتاعتك وقدام الحمام والمطبخ والكلام ده خلاص دي نصيحة الوجه اللي اول حاجة هنجيبها زي ما انتم شايفين كده هتجيبي ملح ده الملح العادي اللي موجود في البيت لو انت عاوزة تستخدم الملح البحري او الملح اللي بيكون لونه اصفر او احمر عند العطار اللي هو برضو مفيد جدا ماشي عدم فيش مشاكل لكن انا بلاقي ناس كتير تقول لي الملح البحري ده او الملح الرامل او الملح ده انا مش بلقاه عند العطار ومش بيبيعه ولي واجيبه منين فعشان كده انا جيبتلكم الملح العادي اللي موجود في كل مطبخ بس وانت بتستخدمي تكوني فتحة كده الاكياس بتاعته او الكيس بتاعه جديد يعني مفتوح لسه ما تجيبهوش من برطمان بتاع ملح او من حاجة انت استخدمتها يعني اخدت منها على اكل او على شربة او الكلام ده خلاص واضح كلامي لحد كده بعد ما حطينا الملح على صانية او على صاج او على حاجة نظيفة هتبدأ تجيبي ورق الغار بكمية حلوة يعني كده كفة ايديك كده هو مثلا زي ما انتم شايفين غطي بيه الملح على كده كمية الملح وحطي ورق من الغار من غير ما تكسري خلاص كده شيلي من ورق الغار اي اعواد شيلي من ورق الغار اي حاجة وخدي بالك ورق الغار لما تشتريه افضل حاجة انت تشتريه يكون مغدر ما يكونش مسود او لونه بني او كل الكلام ده عشان ده بيكون ورق شجر عادي محطوط على انه ورق غار خلاص فورق الغار الاصلي بيكون لونه فاتح بالشكل ده وبيكون نظيف مفهوش ولا اي شيء وبتكون الاعواد بتاعته فيه بيكون ريحته حلوة يعني الريحة بتاعته اصلا باينة فتعرف ورق الغار الاصلي بتاعت تبخير من ايه من ريحته القوية من شكله من لونه بعد ما حطينا كمية ورق الغار فيه مكون تالت هنحطه وده اللي ناس كتير يعني بتعملوا بطرق تانية مختلفة مكون التالت ده ناس كتير بتجيبوا في البيت تقولك ده بيريح البيت او يوم الجمعة انا لازم اعمل تبخيرة للبيت هحط بخور يعني على فحم انا لازم اعمل يا جماعة البخور بيتحط تبخري بيه على الملح تمام هته نوعية بخور حلوة اي نوعية غالية او رخيصة اي نوعية بتفضليها ويبدأ اخلطيها على الملح وبخري بيها تمام يعني انت حياتك اللي فاتت كنت بتبخري على بخور على فحم البخور العادي بتحطيه على فحم او بتجيب اعواد البخور العادية تمام وتحطيها تبخري بيها ودي اصلا يعني بصي اعواد البخور دي ما لاش اي لازمة ما لاش اي لازمة في يعني فك السحر والحسد من البيت يا جماعة دي مجرد رائحة حلوة وفقط تمام بتكلم على البخور البودر البودر اللي ناس كتير بتجيبه عشان حد محسود او حد تعبان او فيه سحر بدل ما بتستخدميه على الفحم ومرة واحدة حطيه على الملح وشوف الفرج هيكون كدئي يعني الفرج شاسع خلاص طيب بعد ما خلصنا كده هتجيبي اي ورقة وتبدأ تكتب اسم او اسماء الاشخاص اللي بينك وبينهم خلاف او الشخص اللي مثلا زوجك او خطيبك او اي حد بينك وبينه مشاكل بينك وبينه انفصال بينك وبينه اي حاجة هتبدأ تكتب اسمه متشبك يعني مثلا اسمه كذا فلان فهتكتب فلان ده اسمه كامل مش حروف اسمه كامل فقط اسمه هو بس خلاص كده وتضم الورقة او تكفي طب الانسان ده هو ازيكي بقى مش بينك ومنه انفصال لا ده انسان ازيكي واخد منك مال واخد منك عيال واخد منك اي حاجة تمام برضو هتكتب اسمه في الورقة والطبقيها كويس خالص وتاخذ الصينية دي بعد ما جهزت عليها المكونات كده وجلبيهم في قلب بعض جلبيهم كويس خالص هتبدأ ايه تحطيها على نار هادية جدا 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 وتعمل تبخيرها واول ما تبدأ السخونة توصل للملح وتوصل لورق الغار ويبدأ ورق الغار يطلع ريحته الحلوة وكمان تحسيه بدأ ان هو البخور يطلع البخور بتاعه والرائحة الجميلة والدخنة بتاعته تمام هتبدأ تجيبي المصحف على صورة صاد على صورة صاد وتقرأيها على الاقل اول صفحة على الاقل اول صفحة صورة صاد يا جماعة من الصور اللي لما بتقرأيها والبخور شغال البخور اللي بالطريقة دي او لما بتكوني بتحرقي ورق غار وتقرأيها قسما بالله بتطرد السحر من البيت طرد لا رجعة فيه طرد لا رجعة فيه حتى لو السحر ده معلق في شخص معين مش في بيتك مش لبيتك ولا الرزقك اللي شخص معين بتلاقيه بيتسحب منه وسحبه وبيطلع من جسمه وبيطلع منه نهائيا فناس كتير تقولك انا بحرق ورق الغار ما بيحصلش عندي فرج في حياتي بحرق البخور مفيش بعمل تقطقط ملح بصي اعمل الطريقة دي وانتي يعني بدأت تطلع الدخنة بتاعتها او تبخر بقى مش في الاول خالص استني عليها لحد ما تبدأ تطلع البخور بتاعها وابدأ اقرأ صورة صاد مش عارفة تقرأيها اي حد يقرأها لك مفيش حد يقرأها لك شغليها على اي شيء او اي حاجة جنبك وخلي صوتها عالي وانتي بتسمعيها وبترددي وراها في الكلمات او في الايات او في السطور بتاعتها والبخور طالح في جلب البيت ما تتمشيش بالبخور في البيت سيبيه هو في المكان اللي انتي مولع به او اللي حط عليه الغاز بتاعك او البتجاز بتاعك هو ده المكان اللي انتي يعني هتعمل فيه الطريقة تبقي مسلا جاعدة في الصالة بتقرأ صورة صاد والبخور شغال عادي مفيش مشاكل تكوني في قطك والبخور شغال على النار بيبخر وبيطلع الدخل مفيش مشاكل تمام وبعد ما تخلصيها امسكي البخور ده بعد ما يسود خالص طبعا وانتهى خلاص مفيش مشاكل حطيه في اي كيس بعد ما يهده تخلصي منه برا البيت مفيش اي مشاكل شايفيني الطريقة سهلة ازاي وبسيطة صورة صاد مع تبخير تورج الغار والملح والبخور هتخلصك من الحسد ومن السحر ومن كل المشاكل دي هترجع الغايب وهتخلي الناس اللي بتحبيهم او اللي بينكم بينهم من انفصال شديد يكلموك حتى لو كان انفصال شديد وقوي انفصال في مسافات وانفصال بزعل وانفصال في بلاد هتشوفي نتيجتها كدئي سهلة وبسيطة ونتيجتها مضمونة ياريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد واي استفسار منكم او اي تعليق يعني سبهونا اسفل الفيديو انا مش هبخل عليكم بالرد